متابعيني الكرام أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم على العناية بفم مرتدي تركيبات الأسنان المتحركة سواء طقم كامل أو تركيبة جزئية بمشابك وأول حاجة هقول لكم أن بداية الاهتمام أو بداية العناية بالفم هو الاهتمام بنظافة التركيبة نفسها سواء تركيبة كاملة أو جزئية بمشابك ودلوقتي هنتكلم إزاي نهتم بالفم نفسه مع تركيبات الأسنان المتحركة وهنبدأ الأول بالتركيبة الكاملة وبعد كده هنتكلم على مرتدي تركيبات الأسنان الجزئية أول حاجة لو أنا شخص مرتدي لطقم أسنان كامل ومعنديش ولا سنة إزاي أهتم بالفم بتاعي كويس قوي علشان أقلل نسب البكتيريا وأقلل الفطريات وأقلل طبعاً رائحة الفم الكريهة وأقلل من التهابات اللثى والنزيف والقرح والالتهابات كل دو أساسه هو الاهتمام بنظافة الفم بنصح إن إحنا بعد كل وجبة بنخلع طقم الأسنان نخلع طقم الأسنان وننظف طقم الأسنان على الحوت بالطريقة اللي أنا اتكلمت عنها في الحلقات السابقة جيه دلوقتي دور الفم الفم لازم يتنظف بفرشة نعمة وفيه فرش مخصوصة لللفة موجودة في الأسواق وموجودة في الصيدليات وزي ما أنتوا شايفين فيه معجون أسنان برضو مخصص لللفة وفيه معجين أسنان مخصصة لللفة وللطقم يعني اتنين في واحد بتنظف الطقم وفي نفس الوقت بتنظف الللفة ببتدي أمسك الفرشة والمعجون وأبتدي أمشي على الللفة بعناية ورفق بمساج دائري أو بحركة دائرية بنظف الللفة وفي نفس الوقت بعمل لها مساج دائري طب إيه فايدة المساج الدائري؟ المساج الدائري بيزود لي تدفق الدم بينشط الدورة الدموية بينشط دخول الأكسجين لللثة وده بيقلل لي طبعا من التهابات اللثة وبيقلل لي من القرح الفاموية وبيقلل لي من الضغط على اللثة وبيقلل من دمور اللثة وبيقلل من تآكل عظام الفك بعد ما نظفت اللثة كويس جدا فوق وتحت وبره وجوه من جميع الاتجاهات ومن منطقة سقف الحلق ببتدي بعد كده أنظف الفرشة كويس قوي وباستخدم فرشة اللسان لو أنا ما عنديش فرشة لللسان باستخدم نفس الفرشة ونفس المعجون ولكن بنظفهم كويس بعد استخدامهم ببتدي أخد قدر كافي مخفف معجون مخفف بالمية وببتدي أمشي على اللسان من جوة لبرة وعلى قد ما أقدر أدخل لجوة من غير محس بغثيان ولقي المهم أني أنظف اللسان كويس جدا لأن اللسان دوت بيبقى عليه براعم التزوق اللي هي زي السجادة الخشنة اللي بتجمع في ثنياها بقايا الأكل والبلاك والبكتيريا وبعد كده يعملي طبقة بيضة على اللسان ورائحة فم كريهة نتيجة لوجود الفطريات فإحنا بنظف اللسان يوميا على الأقل مرة واحدة قبل النوم بنبتدي ننظف اللسان كويس جدا وما فيش مانع أني أنا بنشتري من الصيدلية برضو قاشط أو كاحط للسان في منه معدن وفي منه بلاستيك وفي منه خشب أبتدي أشتري قاشط أو كاحط للسان برضو بكحت اللسان برفق من غير مجرح اللسان أو أسبب له قرح أو التهابات بمضمض كويس جدا بمية جارية بمضمض الفم كويس جدا وبعد كده ببتدي أستخدم مضمضة من المضمضات الطبيعية إيه هي المضمضات الطبيعية؟ ممكن أستخدم مية دافية وملح ممكن أستخدم مضمضة منقوع الأورنفل ممكن أستخدم مضمضة مغلي الأورنفل أو منقوع النعناع أو مغلي النعناع ممكن أستخدم مضمضة من الشاي الشاي العادي الأحمر بتاعنا بحطه فيه المية المغلية الباكت أو الكيس بحطه فيه مياه مغلية واستنى يتنقع ويتقل وبعد كده بشيل الباكت طبعا بدون إضافة أي سكر وببتجي أمضمض أستخدمه كغسول فموي اتكلمت على المضمضة بالزيوت ولكن المضمضة بالزيوت بتبقى قبل النوم فقط بعد خلع تركيبات الأسنان المضمضة هتديني انتعاش هتشدلي اللثة هتقللي الالتهابات هتقللي القرح هتساعد على التقام القرح هتقلل من رائحة الفم الكريهة هتساعدني كتير جدا في العناية بالفم ممكن برضو من وقت الآخر ممكن مرة أو مرتين في الأسبوع أستخدم مضمضات اللي من الأسواق العادية ما فيش مشكلة أي مضمضة متهرة وفي بعض الشركات اللي بتنتج لاصق طقم الأسنان والأقراص الفورة لطقم الأسنان بتنتج برضو مضمضة مخصصة للفم للعناية باللثة للمريض التركيبات الأسنان المتحركة ودلوقتي هنتكلم على الجزء التاني من الحلقة العناية بفم مرتدي تركيبات الأسنان الجزئية بمشابك يعني المريض هنا في جزء من اللثة وفي جزء محتاج تفريش للأسنان طبعا الجزء اللي في اللثة هيبقى نفس الطريقة اللي أنا اعتمد بيها لمرتدي تركيبات الأسنان الكاملة طيب بالنسبة للأسنان مهم جدا أني أهتم بنظافة الأسنان ببتجي بالفرشة والمعجون العاديين الفرشة ميديم يعني فرشة وسط ببتجي أخد قدر من المعجون وأبتجي أنظف أسناني كويس جدا من جميع الاتجاهات الأسنان العلوية والسفلية من جميع الأسطح بتاعة الأسنان ومنساش الخيط الطبي الخيط الطبي مهم جدا ببتجي أمسك الفيل دونتير أو الخيط الطبي أو الدنتل فلوس وبتجي أمشي أو أدخل ما بين الأسنان بدون ما أجرح اللثة وبدون ما سبب نذيف أو أطع فيه أنسجة اللثة مهم جدا زي ما قلت لكم برضو المضمضة بالمضمضات الطبيعية مهم جدا أني كل فترة أروح لطبيب الأسنان على الأقل مرة أو مرتين في السنة أروح أقول له يا دكتور أنا عايز حاجة اسمها فلورايد أبليكيشن أو جلسات الفلورايد إيه هي فايدة جلسات الفلورايد أنا بخاف من التسوس مع مرتجي تركيبات الأسنان الجزئية فدايما الأسنان خاصة الأسنان اللي شايلة التركيبة أو اللي عليها المشابك بعمل لها جلسة فلورايد الفلورايد دوت بيقوي اللثة بيقوي الأسنان بيقاوم التسوس أو بيزود مقاومة الأسنان للتسوس وبيقلل من حساسية الأسنان فمهم جدا أني أعمل جلسات الفلورايد طبعا جلسة الفلورايد ما بتكملش بالزبط دقيقة الطبيب بيعزل الفم وبينشف الأسنان كويس جدا وبيحط عليها جل الفلورايد ويقول للمريض المفروض تعليمات إنه ما يكلش ولا يشرب على الأقل لمدة ساعتين تمتص الفلورايد والمادة الفعالة تشتغل في الفلورايد دي كانت تقريبا معظم تعليمات النظافة أو الاهتمام أو العناية بفم مريض مرتجي تركيبات الأسنان المتحركة سواء تركيبة كاملة أو تركيبة جزئية بمشابك الاهتمام أهم حاجة لأن طبعا مرتجي تركيبات الأسنان المتحركة هم أكثر عرضة للالتهابات والقرح ورائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان أتمنى تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة ولو في حد عنده أي سؤال أو استشارة طبية يكتب هالف التعليقات برد على كل أسئلتكم واستشاراتكم الطبية بفكركم أني بطلع معاكم بس مباشر من حين لآخر بكون معاكم على الهواء مباشرة لإجابة على أسئلتكم واستشاراتكم الطبية وبعلن عنه في المنتدى ما تنسوش الإعجاب واللايك للفيديو ده دعم للقناة لنستمر فيه خدمة الاستشارات الطبية المجانية مش هطول عليكم بتمنى لكم دايما متابعيني دوام الصحة والعافية وشوفكم في حد